لم يشهد قضاء بيجي كغيره من مدن محافظة صلاح الدين أي عملية لعادة الإعمار بعد العمليات العسكرية والقصف الذي تعرض له القضاء من قبل الطيران الحكومي أو الدولي بالإضافة إلى مدفعية الجيش وميليشيا الحشد بالرغم من إعلان الحكومة استعادته منذ فترة طويلة عمليات عسكرية كان لها أثر كبير في دمار البنى التحتية والمؤسسات الخدمية والمدارس بالإضافة إلى الآلاف من منازل المواطنين وممتلكاتهم فلم يسلم من تلك العمليات أي شيء لتطالى حتى جوامع المدينة سكان قضاء بيجي وبعد أن فقدوا الأمل بمساعدة الجهات الحكومية للبدء بإعمار المدينة قاموا وبجهود ذاتية بتنظيف المساجد ورفع الأنقاض منها لإعادة تأهيلها بعض الجوامع مدمرة بالكامل في قضاء بيجي ونحن قمنا بجهود ذاتية من أجل أعادة عمار المتلاحظون لأنه هي الرمز في قضاء بيجي المواطنون أكدوا أن الحكومة لم تقدم أي مساعدة تذكر للقضاء حيث أن الاعتماد الكبير كان يقع على الجهود الذاتية لأبناء بيجي والمنظمات المدنية كل يعلم أنه لم يجد إلينا ولم يجد إلينا قير المنظمات الإنسانية التي هي جاءت تشتغل في القضاء وعلى الرغم من الجهود التي يقوم بها المواطنون لإعمار مدينتهم إلا أنهم طالبوا الحكومة بمساعدتهم في إعادة الحياة للقضاء حيث أن نسبة الدمار كبيرة وتفوق قدرة المواطنين على حلها نحن أبناء بيجي وشبابها نطالب الوقف السني بإعادة النظر إلى مساجد بيجي هذا مسجد الكريم الحكيم قد عملوا فيه الشباب ورمضان عائل أبواب هكذا هو حال المدن العراقية التي تعرضت للدمار فبعد أن عانى أهلها من التهجير وقسوة النزوح لسنوات ها هم يعانون اليوم صعوبة إعادة تأهيل مدنهم بعيديهم في ظل غياب دور الحكومة تحت ذرائع الأزمة المالية وعدم وجود التخصيصات وغيرها